خلينا نروح مع حضراتكم لأهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فهيتم افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية اللي بيقام بمنطقة مارينة 5 بالسحل الشمالي تحت شعار مصر بتتكلم حرفي بحضور عدد من المحافظين والشخصيات العامة معرض ديارنا بيستهدف عدد من الرسائل أهمها الترويج للمنتج المصري ودعم صغار المنتجين ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي النهاردة أجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية بناء على قرار رئيس الوزراء بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة بدلا من التاريخ المليدي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية وده بمناسبة رأس السنة الهجرية النهاردة جامعة الإسكندرية الأهلية بتواصل استقبال الطلاب الجدد في مختلف الكليات بمقر الجمعة مع تقديم المستندات المطلوبة للالتحاق بالكلية وأوضحت جامعة الإسكندرية الأهلية أن الأوراق المطلوبة للتقديم في الجمعة هي شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها وشهادة ميلاد الطالب وصورة بطائط الرقم القومي وولي أمره وشهادة التسلسل الدراسي للطالب واستفاء استمارة التقديم النهاردة ابتداء من منتصف الليل ولمدة 45 يوم هيتم عمل تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير شبكة الصرف الصحي بالمؤطم والإدارة العامة لمرور القاهرة هتنظم الخدمات اللازمة لمواجهة أي كفافات متوقعة وتسير الحركة